أسعد الله صباحكم طلابي الأعزاء في الأسبوع السابع سنقوم بشارح درس من مادة التربية الوطنية وهذا الدرس هو الدرس الثالث من المحور السادس جامعة الدول العربية بعد الانتهاء من هذا الدرس على الطالب أن يكون ملم بمعرفة الأسباب أو الظروف التي أدت إلى نشأة الدول العربية مضمون ميثاق جامعة الدول العربية أي ما هو مضمون الأساسي لهذه الجامعة وهذا الميثاق ماذا يضم كيفية عمل الجامعة مع كافة الدول العربية إلى بنائها التنظيمي من من تتألف الأعضاء الدائمين والأعضاء الآخرين أي هذا هو بنائها التنظيمي الأمين العام للجامعة ما هي الأعمال التي قامت بها هذه الجامعة ودورها في لبنان أولا الأسباب التي أدت إلى نشأة الدول العربية في السابق تكلمنا كثيرا عن معانا منه لبنان مع الحركة السهيونية مع الحروب وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدول العربية منذ الاحتلال العثماني إلى الانتداب الفرنسي إلى الانتداب البريطاني على بعض الدول العربية بعد نايل هذه الدول الاستقلالها سنة 1945 بدأت بإنشاء ما يعرف بجامعة الدول العربية وهذه الجامعة سعت لضم كافة الدول العربية المستقلة لتنظم جهودهم لتجمع شمل هذه الدول وتوحد قرارها ضد العدوان الغربي ضد أي عدوان من شأنه ألمس بكرامة العرب بأرض العرب بحقوق العرب أصبحت هذه الدول تتعاون فيما بينها من ناحية السياسة أي الدفاع عن الشعب العربي من أي عدوان غادر من الناحية الاقتصادية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية مثلا في لبنان نحن لدينا المقومات الزراعية نتبادلها مع دولة أخرى لديها مقومات نفطية أو غيرها من الناحية الاجتماعية العرب كانوا يأتون إلى لبنان مثلا لطبابة للعلاج في مستشفيات لبنانية الثقافة هي في انتقال العرب من دولة إلى دولة للتعلم للدراسة في جامعات دولة أخرى وعسكريا في الدفاع عن أراضي العربية بأكملها كذلك الأمر هدفها كان قيام منظمة عربية لحماية حقوق الوطن العربي ومصالحه حماية حقوقه أي الدفاع عن حقوقه أي الوقوف يدا واحدة في وجه أي مطامع غربية مراحل نشوء جامعات الدول العربية سنة 1943 اجتمعت لبنان سوريا مصر العراق الأردن السعودية هذه الدول الستة هي أول من اجتمعت لانشاء جامعة الدول العربية لجعل كلمة العرب كلمة واحدة في وجه الأوروبيين والغربيين بشكل عام وكان عدة خيارات أمامهم أولا تشكيل حكومة عربية هيئة أمم عربية اتحاد فيدرالي قد يأتي على ذهن البعض ما معنى اتحاد فيدرالي الاتحاد الفيديرالي هو شكل من أشكال تكون السلطات تكون فيها هذه السلطات مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية أي حكومة فيدرالية أو اتحادية ووحدات حكومية أصغر أي أقاليم وولايات ويكون كل المستويين المسكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقسم السيادة في الدولة أما فيما يخص الولايات والأقاليم فهي تعد وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي التي يحدد سلطاتها التشريعية التنفيذية والقضائية هذا هو النظام الفيديرالي لأننا لم نأتي على ذكره سابقا أو جامعة الدول العربية المستقلة وكان الاجتماع في الإسكندرية في مصر تقرر فيه قيام جامعة الدول العربية المستقلة التي لازالت قائمة حتى يومنا هذا وعقد هذا المؤتمر وتقرر فيه قيام الجامعة ووضع بروتوكول الإسكندرية عام 1944 في 22 أدار 1945 تم توقيع مثاق الجامعة أي بدأت الجامعة بالعمل أي بدأت تقوم بالأعمال المطلوبة منها عندما نقول وضع بروتوكول أي طريقة عمل الجامعة ما هي الأساليب التي ستتبعها هذه الجامعة في عملها كيفية اختيار الأعضاء الذين سينتسبون إلى هذه الجامعة ثالثا ميثاق جامعة الدول العربية أو الأهدف أهم هدف جعل العلاقات بين الدول العربية والسلاة وصيقة أي شديدة أي تقوم على التعاون تقوم على محبة العرب لبعضهم البعض ومحبة مصالح بعضهم البعض الخطة السياسية لسيانة الاستقلال كي لا يأتي أحد ويعاود احتلال أحد الدول العربية والدفاع عن أي دولة عربية ضد الاحتلال مثلا دفاع عن فلسطين ضد الاحتلال قد لا نراه الآن ولكن هذا سبب نشوء الجامعة الدول العربية لسيانة استقلال أي دولة وعدم السماح بإعادة احتلالها مرة أخرى يجب عدم استعمال الحروب لحل النزاعات بين الدول العربية والقوة أي الدولة الأقوى تسيطر على الدولة الأكثر الأكبر كما يحصل الآن في السعودية واليمن فيجب على هذه الدول أن تحل مشاكلها بطريقة سلمية يحق تعديل ميثاقها أي من من تتألف الأهداف أي كل أعمالها بموافقة سلساء الأعضاء هذا المبنى هو مبنى جامعة الدول العربية نوع هذا المستند هو صورة فوتوغرافية يضح لنا مبنى جامعة الدول العربية في القاهرة وهي عاصمة دولة المصرية بناءها التنصيمي لهذه الجامعة أو أجهزتها أولاً يتألف من عدة أجهزة سنتكلم هذه المرة عن مجلس الجامعة كل دولة عربية يحق لها بصوت واحد لديها مندوب في جامعة الدول العربية مقر الجامعة في القاهرة كما ذكرت سابقاً ينعقد المجلس مرتين في العام ولكن في حال كان هناك أي خطر يداهم أي دولة عربية في حال أي مشكلة كبيرة تدعو إلى الاجتماع المندوبين الدائمين أو وزراء الخارجية أو الملوك أو الرئساء يدعون إلى انعقادها في غير وقتها أول أمين عام لجامعة العربية كان عبد الرحمن عزام أما الآن فأمين عام جامعة الدول العربية هو أحمد أبو الغيت هذا درسنا لهذا اليوم لدينا أيضاً مستند هنا عضوية جامعة الدول العربية هذا المستند هو نص قانوني مصدره مصاق جامعة الدول العربية يتكلم عن العروبة وكيف تضم هذه الجامعة وكيفية العضوية في هذه الجامعة لجميع الحكام العرب وأن العضوية تنقسم إلى عضوية أصلية وعضوية بالاندمام يعني العضوية الأصلية هي للدول السبعة التي وقعت على الميسات مصر السعودية لبنان سوريا وغيرها ودولة العربية التي تريد الاندمام إليها تقدم طلب ومثلاً انضمت في أخيراً السومال جيبوتي إلى الجامعة أصبح هناك جدل كبير لأن لغتها ليست العربية فالجامعة الدول العربية تجمعها اللغة العربية ولكن المجلس قبل بعضوية همان بما أنهم من الشعب المسلم الذي لديه القرآن في اللغة العربية ولكن لا يتكلم اللغة العربية وهناك اعتراض على اندمام القويت لأن هناك جزء من أراضيها كان محتال اعترضت العراق ولكن المجلس قبل عضويتها استناداً إلى المادة السابعة من المصر هذا هو درسنا للمرة القادمة أشكر لكم استماعكم لهذا الفيديو وأي سؤال تطرحونه في الحصة القادمة ولكم جزيل الشكر ترجمة نانسي قنقر